أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تدرس بجدية إمكانية استخدام القوى العسكرية ضد حكومة فانزولا وقال ممثل عن الإدارة الأمريكية أن الخيارات الدبلوماسية للعمل تنفذ ما يسبب في تجديد الضغوط الاقتصادية وكذلك الخيار العسكري الذي كما أكده الرئيس ترامب لا يزال على الطاولة ويستمر النظر فيه اشتركوا في القناة